من جانبه قال معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري إن جلسة المباحثات بين جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري شهدت بحث زيادة حجم التجارة البينية والتعاون بين البلدين في مجالات عدة أبرزها السياحة وطاقة نظيفة والبيئة شهدت الزيارة مباحثات مثمرة ومعمقة بين قيادات البلدين في مختلف المجالات حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وصبل تعزيزها ودعمها خاصة في جانبها الاقتصادي كما تم بحث كيفية زيادة حجم التجارة البينية ودعم حركة الاستثمار وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والطاقة النظيفة والبيئة والتعاون المالي والنقل وغيرها من المجالات وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع العدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والبيئية والخضائية وغيرها من مجالات محل الاهتمام بين البلدين كذلك تم مناقشة أهم القضايا والأزمات الإقليمية والدولية وخيفية التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل معها في إطار من التقارب الواضح في الرؤى والانتباق المشترك من إيمان البلدين بضرورة التكامل العربي الحماية وتعزيز المصالح العربية وصون الأمن العربي المشترك الذي ننظر إليه باعتباره كل لا يتجزأ بما يستلزم تضافر كافة الجهود والقدرات العربية للدفاع عنه وحمايته أمام مختلف المهددات اشتركوا في القناة